اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سياحة المغامرات في تصاعد مستمر ماذا عن الاسباب والتكاليف والارباح اجراءات خطيرة واحتلال بهذه العبارات الدلالية وصف حزب الله الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تجاه القسم اللبناني من بلدة الغجر بعد اقامة الجيش الاسرائيلي سياجا شائكا وجدارا اسمنتيا حول القرية بكاملها يحاول الاحتلال اعادة المشهد الى ما كان عليه قبل تحرير الجنوب عام الفين وتحاول المقاومة كما يبدو من بيانها القاء الحجة على الجميع بدعوتها الدولة اللبنانية والقوى السياسية والاهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ولتحرير هذا الجزء من الوطن ليس خرقا روتينيا فرض امر واقع بقوة السلاح هنا ايضا عبارات دلالية تضمنها بيان حزب الله عن الاعتداء الاسرائيلي واصفا اياه بانه ليس كالخروق التي يقدم عليها الاحتلال بين فينة واخرى وهنا يجدر الانتباه الى الدلالات والقائل بيان اخر صدر لكن عن الاعلام الحربي واعلن رصد سقوط سبعة عشرة تقذيفة اسرائيلية على اطراف قرى لبنانية حدودية بزعم انها رد على اطلاق صاروخين من الاراضي اللبنانية وسقوط احدهما في الجزء السوري المحتل من بلدة الغجر عبارتان يمكنهما تلخيص الوضع على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة الترقب والتوتر حتى وان بدى ظاهر الامور انها حتى الان تحت سيطرة الحضور الاممي والاتصالات الدولية منذ ايام للحفاظ على الهدوء في تلك البقعة كأن الاطراف يدركون ان الامور لن تبقى كما هي عليه الان ولذلك اما عودة الى مصابق التطورات الاخيرة او سيناريو اخر حدث ما في وقت ما ومكان ما يؤسس لوضع جديد لا تنفع معه اتصالات التهديئة قبل اعادة الحقوق لاصحابها امام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اولا كيف يمكن تقييم الوضع الميداني والصياق السياسي لما يجري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة ثانيا هل يمكن ان تتدحرج الامور نحو الاشتباك العسكري المباشر بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي هذه الاسئلة وغيره مشاهدين سنترح على ضيفنا في المشهد الساخن اليوم الدكتور وسيم بزيا الخبير بالشؤون السياسية هو معنا اليوم ضيفا عزيزا في استيهات الميدين اهلا بك معنا دكتور وسيم حياك الله حتى الان يعني جميع اللبنانيين كانت عيونهم على الجنوب اليوم ويريدون ان يعرفوا ما حصل حتى الان لا احد لديه الرواية الحقيقية هناك كلام في الاعلام الاسرائيلي وجيش الاحتلال الاسرائيلي اصدر بيانا ما الذي حصل دكتور وسيم حقيقة ولا تحييي لحضرتك اهلا وصلاة المشاهدين الميدين هذه المساحة الجغرافية لانت كنت بصدد توصيفة قبل قليل يمكن ان نختصر تسميتها بصاعق التفجير القادم الصاعق التفجير القادم جوهره ان هناك ارض لبنانية محتلة اسمها بلدة الغجر او الجزء الشمالي منها والامم المتحدة ماطلت طويلا وسوفت باداء دورة في هذه الجزئية بالذات والجميع يعرف ان الخط الازرق ينتهي عند بلدة الغجر صعودا نحو المزارع يصبح خط انسحاب واحد اتنين اصلا واقع المنطقة كله مشوب بغليان كبير واحد مشاهد هذا الغليان من خلال منظر وحدة المواجهة او وحدة الساحات هو الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة او الحدود الجنوبية للبنان ثلاثة ما فتئ العدو بالاشهر الاخيرة يتحدث عن حضور متوثب للمقاومة اللبنانية ولحزب الله وقد ظهر مردوعا او متآكلا لمعالم الردع من خلال اكتر من عنوان طرح في ادبيات العدو عملية مجده الشهيرة وما شابها اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ومرتباته مترتباته الان ما جرى في بلدة الغجر وغيرها احداث كثيرة يمكن ان نضعها بكل قوة باطار مساء مسار تآكل ردعي ثبت فيه وايضا من خلال حادثة المسيرات الشهيرة عشية الترسيب البحري ان العدو يهدد بطبقة صوتي عالية عاجزة عمليا عن الفعل وعندنا دليل اخير موضوع الخيمتين المستمر منذ اكتر من شهر ونصف هذه كلها عناصر لا يمكن استاذ عبد الرحمن الا ان نربطها ببعض البعض لكن في مسألة هون ضروري يعرفها الجمهور ان بلدة الغجر بالاساس هي بلدة سورية والجزء اللبناني كان اراضي ولكن تمدد العمراني لهذه البلدة تحت الاحتلال اصبح الجزء اللبناني المحتل عمرانيا بين الالفين والالفين وستي كان فيه اجراءات ومفاوضات غير مباشرة لتحديد وضع هذه البلدة كيف يكون مدخلة كيف تتحرك الاليات كيف تتموضع المناطق دور البلدية هذا الامر لم يصل الى نتيجة اما اخطر امر فهو امتناع الامم المتحدة عمليا من الاعتراف بهذا الحق اللبناني وانت قرأت في بيان حزب الله انه هذا سنتحدث عن هذا البيان ليس كالخروقات اما اللي جرى اليوم وحزب الله استخدم بيانات عديدة انا سأتي الى هذا البيان ولكن ما حصل اليوم هذا الاعتداء الاسرائيلي على لبنان بحجة انه تم اطلاق صاروخين من لبنان هكذا قالت وسائل العلام الاسرائيلية او على الاقل قذيفتين ومدى هذه القذائف يصل الى 4 كيلو متر بحسب بعض وسائل الاعلام الاسرائيل اللافت ان القناة الرابعة العشر الاسرائيلية تقول انه ما اطلق هو صاروخ كورنت وان المستهدفون كانوا الجنود الاسرائيليين هذه نقطة ايضا تحتاج الى تفصيل ولكن صمت حزب الله حتى هذه اللحظة صمت المقاومة في لبنان هل المقاومة في اطار استراتيجيتها عندما قال السيد حسن نصر الله في احد خطاباته بان المقاومة غير معنية ان تريح العدو قد تعتمد هذا الاسلوب ام انه بياما قد يصدر على المقاومة ايضا لتوضيح ما حصل اليوم لا انا برأيي من يدرك ادبيات المقاومة مدرسة حزب الله في التعاطي هكذا نوع من الاحداث بغض النظر عن صحة الرواية الاسرائيلية من عدمها هو لا يتكلم بالعكس عامل الصمت يضفي مزيد من التشويق على الحدث وكلما تسعت مدايات الاسئلة كلما اثبتت المقاومة قوة حضورها وتأثيرها اما ان نتحدث عن كورنت نحن منعرف انه صاروخ الكورنت صحيح مدى اربعة كيلو متر ونص ويمكن ان يستخدم ضد الدروع او ضد ابنية لكن صاروخ الكورنت واضح المعالم والصورة والتوجيه هذا دليل ارتباك في رواية العدو الاسرائيلي وان كان موضوع احاطة الغجر بالاسلاك الحديدية الشائكة والابراج والكاميرات لن يمر مرور الكرام والمقاومة ستبتدع وسائل تثبت من خلالها قواعد اشتباك جديدة في اطار ما يجب وهنا نأتي على موضوع البيان دكتور وسيم لنصدر هذا البيان وحصلت هذه التطورات بعد هذا البيان اليوم في بيانه حزب الله قال ان ما قامت به اسرائيل مؤخرا اجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية نريد ان نشرح للمشاهد مشاهد اللبناني ومشاهد العربي لانه حتى المشاهد اللبناني على ما اعتقد ليس لديه الكثير من المعلومات عن طبيعة هذه المنطقة لماذا اعتبر حزب الله هذه الخطوة الاسرائيلية بانها خطوة خطيرة هكذا وصفها اولا بتحديد القسم الشمالي من بلدة الغجر حزب الله يثبت امانته دائما بانه يقف وراء ما تتبناه الدولي وبالنقاش التحديدي للغجر ما بعد انسحاب الالفين ثبت ان الجزء الشمالي هو ضمن الحدود اللبنانية وقلتلك انا التمدد العمراني للبلد واهله هو الذي جعل في الجزء اللبناني ابني لكن تاريخيا الجزء اللبناني لم يكن فيه منشآت وابني هي اولا فاذا هو يتبنى موقف الدولة اثنين هو يدافع عن ارض محتل ويحتفظ بحقه باستعادة هذه الارض ثلاثة يتحدث عن اجراءات خطيرة لان هناك سابقة جديدة عمليا عم بيقوم فيها العدو بحركة موصوفة لاعادة احتلال الجزء الشمالي لاصلا لتلك من الالفين والالفين وستة بقي وضعه ملتبسا يعني المفاوضات اللي صارت حول الغجر عبر اللجنة الثلاثية بالنقورة اللجنة الثلاثية توقفت عن الاجتماع قائدي ليونفل الذين سبقا القائد الحالي كانا يهتمان بطرح هذا العنوان مع المسؤولين في كيان العدو وفي لبنان القائد الجديد ابدا مش عم بقارب الامر لكن يبدو وهون ملاحظة جديدة اوردها مع المشهدية الليلة يبدو ان لدى الامريكيين ارادة جديدة ببحث موضوع الحدود البرية بين كيان العدو ولبنان وهذا تطور جديد لم يعلن عنه حتى الان صحيح صحيح قد تكون عملية التحريك هي امر من اثنين اما عملية لانه في دعوة ببيان حزب الله للدولة اللبنانية وللمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ الموقف هذه كنت سأسألك عنها ما الذي بإمكان الدولة اللبنانية ان تفعله في ظل الوضع الحالي السياسي في لبنان اول شيء استاذ عبد الرحمن في هناك هيكل عام للدولة لازالة موجود في حكومة تتولى مسؤولية اظهار الحق والموقف اللبناني في العالم وفي وزارة خارجية ونحن هون في عندنا استحقاء لا يمكن الا ان نربطه بما يجري هو موضوع 31 تموز اليونيفل والتجديد لها والالف وسبعمية واحد وهون امام الامم المتحدة سؤال كبير ملتبس ومشبوه بس بيتذكر الالف وسبعمية واحد بقواعد الاشتباك وكيف يدخلون الدبابات الى شوارع القرى في الجنوب ويثقلون على حياة الناس وبينسوا الالف وسبعمية واحد امام حدث خطير من نوع احاطة الجزء الشمالي من البلد هذا امر خطير جدا يفترض بالدولة اللبنانية بالمنتديات الدولية مع الامريكيين الامريكاني اجا عمل اتصالات مع مسؤولين لبنانيين كبيرين رئيس مجلس النواب زارة السفيرة الامريكية باول امس او بالامس ورئيس الحكومي قبل ايام سؤال الاساسي الامريكيين يقلقون فقط عندما يشعرون ان كيان العدو مستهدف او محرج كما حصل في جنين تغير الموقف بين ليلة الموقف لانه صمود جنين ومقاومة جنين واهل جنين الاب المعادلة وفرض هذا التدقل الان عمليا احنا امام نموذج مشابه لكن خطور طوان ان المقاومة في لبنان لن تساوم سمحت السيد حسن نصر الله باكثر من اطلاله بالسنة الاخيرة حكى عن الحق اللبناني القائم والمستمر وان الدولي والمعنيين والاحزاب السياسية معنيون بوضع اجندة للتعاطي مع هذا التحدي فما بالك ان موضوع الغجر يربط معه مزارع شبعة وتلالك فرشوبة والمناطق التسعة وسبعين المتحفظ عليها واللي من 13 منطقة اساسية سنكمل معك هذا النقاش دكتور وسيم بزي ولكن بما انه نتحدث عن الغجر نعرف المشاهدين اكثر بقعة صغيرة اسمها قرية الغجر مشاهدين تحولات عديدة شهدتها الوضع القانوني للبلدة منذ نكسة عام 67 سنتعرف في هذا العرض الى سياق ازمتها الاخيرة على 500 دنم من اصل 12500 دنم فانبسطوا المناطق المأهولة في القرية التي باتت اليوم محتلة بعد تسييجها وبناء جدار اسمنتي حولها من قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل هذا الاحتلال الاخير وضمن ترسيم ما بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000 كان 400 دنم تحت السيطرة اللبنانية الرسمية و100 دنم من القرية السورية الهوية ابقى الاحتلال على وجوده فيها على اعتبار انها تبيعة للجولان المحتل بقي هذا الوضع ساري المفعول حتى حرب تموز 2006 حيث طردت قوات الاحتلال الاسلاك والجدر كما اليوم يعادة قرية الغجر الى السيادة اللبنانية فرضها قرار للرئيس اللبناني السابق اميل لحود خلال عمليات ترسيم الحدود البرية بعد التحرير وذلك اثر رفض الاحتلال ولبنان وضع الغجر كليا تحت سيادة طرف واحد منهما فقط ما استدعى حصول لبنان على القسم التابع له منها بموجب القرار الدولي 1701 وهكذا تعود قصة قرية الغجر الى الاستعصاء السابق الذي كانت عليه بعد التحرير غير ان الظروف وموازين القوة تغيرت بوضوح اذا الظروف وموازين القوة دكتور وسيم تغيرت وربما يعني لا يمكن النفس الما يحصل في المنطقة خاصة في جنين مؤخرا عما يحصل في جنوب لبنان يعني اذا كان مخيم جنين هذا المخيم المحاصر 0.42 كيلو متر مربع فقط مساحته عشرات المقاومين يعجز الاحتلال عن دخول انطار قديلة فما بالنا عن الجبهة في لبنان ليس كذلك دكتور وسيم موازين القوة يبدو وكأنها يعني صعب صعب على الاحتلال ان يقدم علىها مقامة خلينا نذكر استاذ عبد الرحمن انه جنين هي اقصى شمال الضفة الغربية بتبعد عن لبنان بتصور مسافة بين 80 و 100 كيلو متر وان صواريخ ما بعد بعد حيفا بحرب تموز وصلت الى العفولة يعني لم تكن بعيدة عن جنين وايضا حادثة مجده الشهيرة تحدث العدو فيها ان المقاوم الذي عبر تجاوز 60 الى 70 كيلو متر من الحدود اللبنانية الى العمق الفلسطيني هذه عناصر ترابط واضحة ومشهود لها فما بالك ان معركة جنين الاخيرة هي محاكاة حي ونموذجية لفشل العدو لسقوط الاهداف التي وضعت للعملية ولصمود بيئة المقاومة مع المقاومين في جنين ومخيمها في ظروف بالغة التعقيد وهي دا بينقلنا ان الذي يجري الان بموضوع الغجر والمزارع مرتبط بكل البعد الفلسطيني لانه نحن عم نتحدث عن وحدة جبهات ووحدة ساحات عم نحكي عن معرق قادم كبير واحد تصلت فيها كل موازين القوى الجديدة في معركة تحدي مع هذا العدو وعم نحكي عن قواعد اشتباك تستطيع المقاومة في كل مواجهة جديدة ان تفرض عنصرا جديدا يؤكد اكثر فاكثر على منظومة الردع من قبل المقاومة ولا تآكل الردع لدى هذا العدو وهون لازم نذكر ساذ عبد الرحمن انه بالغجر بالذات قبل حبر حرب تموز بشهرين ونص نفذ حزب الله عملية كبيرة بالدراجات النارية باتجاه الغجر بالذات وكانت الغاية اثر جنود قبل عملية عيث الشعب قدر لهذه المواجهة في حين ان تجري داخل شوارع بلدة الغجر وهذه مواجهة تكتب ولولا سوء تأدير بسيط ببقاء احد الجنود احياء كان يمكن وجرحة معشر جندي اسرائيلي صحيح كان يمكن لتلك العملية ان توفر ما وفرته لاحقا عملية عيث الشعب بعد شهرين ونص طيب دكتور وسيم نحن نتحدث اليوم عن ما حصل من اعتداء من قبل الاحتلال الاسرائيلي نتحدث ايضا عن موضوع قرية الغجر والذي قال حزب الله ايضا عن الخيمتين وهاتين الخيمتين ايضا الاحتلال يتحدث عنهم بكثافة او عنهما بكثافة في اعلامه هل هذا يعني بانه كما ذكرت حضرتك ان هناك صاعق تفجير قد ينفجر باي لحظة ام الوساطة الامريكية التي تحدثت عنها حضرتك قبل قليل وكشفت عنها انها قد تدخل ايضا في سياق الحدود البرية قد تكون اسرع باعتئادي انا بالاخير فيه مصار عام بالمنطقة الحضور الامريكي في شئنا ام ابينا هو في حالة انكفاء رغم المواجهة التي صارت بمياه خليج عمان بالامس بين السفن الايرانية والامريكية الامريكاني بالاخير رائعة انتخابات اولويتو الاوكرانية والهجوم المضاد يعاني حالة فشل واضح ومشخص اوروبا تعيش ازمات كبيرة ولك ما تشهده فرنسا وبالتالي لا يمكن لكيان العدو بمعزل عن ضوء اخضر امريكي ان يذهب باتجاه مغامرة جديدة فما بالك ان هذا العدو لا يأمن نتائج هذا هكذا مغامرة لا بل ان المقاومة هي التي تبادر باكتر من محطة لادخال عناصر جديدة اضافية تثبت ان يد المقاومة في هذه اللحظة هي العليا لذلك انا على الاقل بالشهرين الثلاث القادمين لا استبعد مواجهة كبيرة لكن هذا النوع من الاحتكاكات سيستمر حتى يدرك العدو انه لا يستطيع ان يفرض امرا واقعا دليلي على ذلك انه اعطى انظار بازالة الخيمتين حدد مدى زمني حدد بالقوة العسكرية ثم عاد وسلم بان الدبلوميسية ولغة الرسائل عن بعد قد تنفع بازالة الخيمتين عمليا هذا لم يحدث حتى الان ولك ان تتوقع لاحقا استاذ عبد الرحمن ان الخيمتين قد يستبدل بما هو اكتر ثباتا واستمرارا وهذا تأكيد اضافي ان التحدي بالنسبة للمقاومة لهذا العدو له علاقة ايضا ليس فقط بالبعد العسكري بل بمعركة كي الوعي التي تظهر اكثر فاكثر عناصر زعف هذا العدو نذكر اننا في شهر تموز صحيح وهذه الذكرة الانتصار كبير مشهود لا زلنا نعيش ادى هذه اللحظة المعادلات التي فرضها وشاءت الصدف ايضا ان تنتصر جنين ايضا في شهر تموز هذه ايضا من المصادفات الغريبة العجيبة وهذا فعل سيء على العدو الاسرائي شكرا جزيلا لك دكتور واسين بزي الخبير في شؤون السياسية على وجودك معنا اليوم في ستوديوهات المدينة شكرا لكم شكرا الهجوم الاوكراني المضاد يواجه مشاكل خطيرة في ساحة القتال القائل ليس مسؤولا روسيا بل هو الامين العام لحلف شمال الاطسي يانس تالتنبرغ تصريحات لافتة من ارفع مسؤول في الحلف لقتها تصريحات لافتة ايضا من الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو قال فيها ان الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي ادرك اخيرا انه لن يفوز في هذه المعركة وبدأ يتخذ خطوات للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه ماذا قصد لوكاشينكو وما هي دلالات كلام ستالتنبرغ الذي يبدو غريبا في لحظة ما زالت المعركة العسكرية فيها مستمرة السئلة نطرح على موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جينيف اهلا بك معنا موسى اذا نبدأ بكلام ستالتنبرغ ما دلالات هذا الكلام في ظل هذا الهجوم المستمر الاوكراني بحسب ما يعني المسؤولون الاوكرانيون ان يطل ستالتنبرغ ويتحدث عن مشكلات خطيرة تواجه الجيش الاوكراني هذا اعتراف واضح من قبل تحالف الناتو بان الهجوم الاوكراني فاشل حتى الان على الاقل وان الكلام الذي يقوله ستالتنبرغ وهو المعروف بانه كان يصوق بشكل كبير منذ اشهر عديدة لهذا الهجوم المضاد الاوكراني الذي كان مقررا له ان يكون في الربيع الماضي تأخر اشهر حصل في الصيف للمزيد من الحصول على المزيد من المعدات والدبابات والمدرعات الاوروبية والصواريخ البريطانية وايضا المدرعات والمساعدات العسكرية الهائلة من قبل الولايات المتعدة اذا هذا التصويق الذي كنا نسمعه خلال الاشهر الماضية بان الهجوم الاوكراني سيعيد كل ما تسيطر عليه روسيا في شراء اوكرانيا في الدنباس وايضا وصولا الى شبه جزيرة القرم سيكون كل ذلك تحت سيطرة كييف هذا الكلام يعني في وقته كنا نستبع حصول ذلك على اساس ان هؤلاء يتعاملون مع روسيا لا يتعاملون مع الدولة ربما تخسر ببساطة ولكن مع هذا كنا نتوقع على الاقل نحن وعندما كنا نتابع هنا في اوروبا كنا نتوقع على الاقل احراز شيء ما على الارض يعني ابعاد القوات الروسية من بعض المدن الاستراتيجية كما حصل في الهجمات التي حصلت في الخريف الماضي ولكن ما حصل منذ اسابيع منذ بداية هذا الهجوم كنا نسمع بعض التلميحات لصعوبة الهجوم الاوكراني من قبل وسائل الاعلام الاوروبية تحديدا ولكن بشكل خجول جدا أن يصدر هذا الكلام عن استلتنبرغ هذا اعتراف واضح من قبل الناتو بأن روسيا واقفة وصابدة وأن الهجمات الاوكرانية لم تؤدي إلى أي خرق في خطوط الدفاع الروسية بل على العكس من ذلك هناك كلام في اوروبا يتحدثون عن أن روسيا في بعض الأحيان تشنهج هجمات مضادة ضد القوات الاوكرانية التي من المفترض أنها تقوم بالهجوم المضادة مساءلا يدفع هذا الكلام استلتنبرغ المواطن الأوروبي ليسأل لماذا إذن نقدم كل هذه المليارات وكل هذه الأسلحة لأوكرانيا إذا كانت الأمور كذلك الغرب عبد الرحمن يعني يبدو أنه عالق بين مسألتين المسألة الأولى هو أنه لا يريد أن تنتصر روسيا بأي شكل من الأشكال لا يريد أن يلجأ إلى المفاوضات مع الروسيا وأن الروسيا هي المنتصرة كما هي الحال الآن لأن ما ستحصله الأوكرانيا هو لا شيء عمليا من الجانب الروسي وهذا سيؤدي طبعا بطبيعة الحال إلى أن تكون أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة أن يكون كل حلف الأطلسي في هذه المعركة في حال حصلت المفاوضات اليوم وتم وقف العجمات الأوكرانية فالجبهة الأخرى هي جبهة خاسرة لم تحقق أي شيء في الميدان على هذا الأساس الحل بالنسبة للأوروبيين بالنسبة للغرب بالنسبة للحلف الناتو وينس سلتنبرغ تحديدا وهو من الصقور الأوروبيين كما يعني زعيمة الاتحاد الأوروبي أورسلا فاندرلين هؤلاء يريدون أن يحققوا أي انتصار بأي شكل من الأشكال على هذا الأساس سنتوقع المزيد من التقديمات العسكرية لأوكرانيا وأيضا فيه يعني بعد أيام قليلة سيؤقت مؤتمر لحلف الناتو في لوتوانيا على مستوى القادة سيشارك فيه كل روساء حلف الناتو ونتوقع أن يكون هذا الحلف وهذا الاجتماع سيخرج عنه قرارات جديدة بتقديم المزيد من المعدات العسكرية الأوكرانية على الأقل للوقوف أمام الهجمات الروسية أو لتحصيل أي انتصار على الأرض من أجل الدخول ربما في مفاوضات يريدها الأوروبيون أن تحصل ولكن بحالة أن أوكرانيا غير مهزومة كما يلحال الآن وفي ظل هذه بدأ يتخذ خطوات للخروج من المأزق بعدما أدرك أنه لن يفوز في هذه المعركة هل هذا تلميح برأيك من لوكاشينكو بإمكانية أن يكون هناك طاولة مفاوضات في الفترة المقبلة؟ لا يمكن للغرب لا يمكن لحلف الأطلسي أن يوافق أن يكون هناك طالوة مفاوضات في ظل ما نتحدث عنه وهو هزيمة أوكرانيا في هذه المعركة بكل الحالات عندما يتحدث زلينسكي يريد مفاوضات أو لا يريد مفاوضات عندما يصاعد أو يخفض مستوى التصريحات والخطاب السياسي في وجه روسيا فأنه لا يملك القدرة على أن يكون مستقلا في تصريحات هذه القدرة ليست موجودة في كييف ولا موجودة في بروكسل هي موجودة في واشنطن لنكن صارحين عبد الرحمن واشنطن هي من تقرر متى تتوقف هذه الحرب ومتى وإلى متى ستستمر هذا الحرب وهنا الاعتماد على القناعة الأمريكية والقناعة الأمريكية لم تصل بعد إلى ضرورة وقف الحرب هناك المزيد من الأسلحة التي تباع هناك المزيد من الأسلحة التي تدمر في أوكرانيا الشعب الأوكراني هو من يموت وليس الأمريكيين أو الأوروبيين على هذا الأساس يمكن أن يطول أمن المعركة واليوم من أجل تحريد أوكرانيا تحريد زيلينسكي على الأوروبيين قدمت المخابرات الأمريكية لزيلنسكي مجموعة من الوثائق تثبت بأن الأوروبيين لديهم الكثير حتى الآن من المعدات العسكرية. قالها زيلنسكي في واحدة من مودخلاته ربما مع الصحفيين في كييف بأنه يعلم بأنه لدى الأوروبيين بعد الكثير من الأسلحة. وعليهم منح أكرانيا المزيد من الأسلحة أكثر مما حصل عليه حتى الآن. وهذه المعلومات جاءتهم من CIA وليس من كييف أو من أي عاصمة أخرى. هذا الأساس الأمريكيين يريدون طول أمد الحرب أكثر. وأن يغطس الأوروبيون في هذه الحرب بلحول هذه الحرب أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك مدير مكتب المايدين في جينيف موسى عاصي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مشهد اليوم من الهند. نتعرف فيه على آخر الباقين من محاربي عائلة كونياك. مقاتلون قدامى يرون أن الجيل الجديد من قبيلتهم رقيق وضعيف. نتيجة عدم خوضه معارك قبلية طاحنة كالتي خاضها جيل القدامى قبل عقود طويلة. السليب الحياة الجديدة التي دخلت رويدا رويدا إلى حياة القبائل أخرجتها من خانة المجتمعات المحاربة. ومواقية منها اليوم شواهر تراثية وفولوكلورية تبهج مقاتليها الباقين في شمال شرق الهند. عائلة كونياك هي آخر من تخلت عن عادة قطع الرؤوس كجوائز بعد تأثرها بتعاليم المبشرين المسيحيين منذ نحو نصف قرن. وبرغم افتخار معمريها بقسوتهم يرون وضع عائلتهم اليوم أفضل لأنها تتمتع بامتيازات حياتية جديدة. فاصل ونعم. أهلا بكم من جديد للمشهدية. لا تتوقف المؤشرات المخيفة فعلاً النجمة عن تداعيات التغير المناخي درجة حرارة الأرض كسرت أرقامها القياسية في الأيام الماضية وهو ما يؤكد وفق الدراسات التي نشرت حول الموضوع مخاطر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري. القادم مقلق أكثر. إذ قالت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. إنه من المحتمل أن يتجاوز العالم درجة مئوية ونصفاً من الاحترار على المدى القريب. نشاهد هذا التقرير ثم نحو. ترجمة نانسي قنقر للحديث عن هذا الحر الشديد مشاهدين والأسباب معنا من القاهرة مسؤول حملات منظمة جرين بيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شادي خليل. أستاذ شادي أهلا بك معنا. من المعروف أن التغير المناخ يحصل وحصل بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وهو الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري الحاصل وزيادة درجات الحرارة. ولكن ما الذي حصل مؤخراً حتى ترتفع درجة حرارة الأرض بهذا الشكل وتحطم الأرقام القياسية؟ وفعلاً ما نعيش هذه الأيام من درجات حرارة مرتفعة. فعلاً غريب. أولاً أهلاً بخضرتك. وإحنا فعلاً بلتك بمر بتبعيات تغير المناخ اللي احنا شايفنا النهاردة اللي هي سببها حرق الوقود الأحفوري بشكل كبير وعمالي الصناعية اللي احنا عايشين فيها. فقدرين دلوقتي إنه بقى بنشوف جزء من النتائج للأسف مؤسفة واللي احنا شايفنا عنه النهاردة. وعايزة فرق ما بين حاجتين. ما بين الطقس والمناخ. الطقس ده اللي هو بيبقى حدث عارض. النهاردة يوم فر. النهاردة يوم برد. والمناخ بقى هو حاجة مستمرة على مدار طويل. واللي احنا بنشوفه دلوقتي هو حالات من الحرارة الشديدة جدا. تغير مناخ على مدار طويل جدا. هيعمل تبعيات كبيرة جدا في العالم. وهيغير شكل اللي احنا متعودين عليه في المناطق بتاعتنا والبلدين اللي احنا عشي فينا. أستاذ شادي أفهم منك إنه ما يحصل اليوم مثلا هو في مناطق معينة دون مناطق أخرى. أم كل العالم يشهد هذا التغير في المناخ؟ فيه حاجتين بيحصلوا دلوقتي. فيه طبعا تدعيات تغير المناخ بيتأثر بها كل العالم. بس طبعا التأثر بيختلف. يعني بلاد في الشرق الأوسط أو بلاد في دول الجنوب بتبقى أكثر هشاشة. أكثر فقرا. البنية التحتية الاستعدادة للتعامل مع تغير المناخ. فطبعا بتتأثر بشكل أكبر بكتير جدا. لكن كل العالم بيتأثر. وفيه ظاهرة طبعية اسمها النينو. دي بتحصل تقريبا من كل 7 إلى 12 سنة. دي حاليا بتحصل. وبرضو بتسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا شايفينه بالزيد في البلاد حوالين المحيط الهادي. التغير المناخ بيزود من حدة الظواهر الطبعية زي النينو اللي احنا شايفينها دلوقتي. وبتأثر بزيادة كمان على ارتفاع درجات الحرارة. وأنت ذكرت نقطة في موضوع تغير المناخ بالفعل. هو كذلك لبنان عندما كنا صغارا درسنا في الجغرافيا. بأن طقس لبنان معتدل. اليوم أصبح طقس لبنان متطرفا. يعني صيفا وشتاءا أصبح متطرفا. درجات الحرارة في صيف عالية جدا. وفي الشتاء نشهد برد قارص أيضا. وهذا ما كانت عليه فصل الشتاء الماضي. الملاحظ أن موجة الحر الحالية. أستاذ شادي تترافق مع وفيات في أكثر من دولة. ما سبب الوفيات في حالة الحر كهذه؟ السبب الوفيات أن أيضا يتعرض لضربة حرارة كبيرة. يبدأ يحصل له فقدان للسوايل في جسمه. ضربات شمس تؤدي إلى الوفاة. لأن جسمه لا يستطيع أن يحفظ على التوازن الحراري جواه. ولكن دائما عندما كنا نسخن. مثلا لو نحن عيانين دائما قلنا أنها حاجة خطر جدا. فهذا يحصل لناس كثيرة قوي ظروف حياتها. بتخليهم بيركبهم مواصلات عامة شغالين بنا. فموجودين في أماكن مفتوحة في حرارة. جسمهم ما ينفعش يبقى بيستحملهم. يعني السبب هو ارتفاع حرارة الجسم ما يؤدي إلى الوفاة. بسرطة. أما أنه هناك شيء ما في أشعة الشمس في هذه الأيام بسبب موجة الحر هو الذي يؤدي إلى ذلك؟ لا. المنظور الطبي على حد خبرتي وعلمي هو ارتفاع درجة حرارة الجسم في حالات كثيرة جداً بتؤدي إلى الوفاة. وضربات الشمس. طيب هل الحرارة مرشحة أكثر للارتفاع بعدما حطمت هذه الأرقام القياسية أستاذ شادي؟ وما هو مطلوب على مستوى العالم اليوم لألحد من هذه الظاهرة التي تؤدي بحياة الناس؟ لو ينفع حرارة تقرر السؤال تاني. هل أشكر جداً؟ أنا سألتك إذا كانت حرارة الأرض مرشحة للارتفاع أكثر بعد تحطيمها الرقم القياسي يوم الثلاثاء الماضي. وهما هو المطلوب على مستوى الدول. على مستوى الحكومات. كي نتفادى الأخطر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات كما نشاهد أيضاً؟ للأسف إحنا معرضين لارتفاع درجة الحرارة. يعني قبل يوم 4 يوليو كانت 3 يوليو أكثر يوم حرارة في العالم. فإحنا هنواجه هذا وهنشوف هذا في الشهور اللي جاية وفي السنين اللي جاية. فمهم جداً أن إحنا متحضرين لدى. سواء كحكومات أو كبلاد أو كمان كأشخاص. فبكتبه مهم جداً لنا كأشخاص أن إحنا نبص على درجة الحرارة خلال اليوم قبل ما نبقى بنخرج. نبقى محضرين نفسناً لو إحنا عارفين أن حرارة اليوم هتبقى عالية جداً. بحيث أن إحنا نبقى لو قدبنا أن إحنا نفضل في أماكن مزللة. دي حاجة مهمة جداً نحنا نبقى نحافظ عليها ومنتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة. يبقى دائماً معنا سوائل. نبقى بنشربها. لأنها بتساعد على موازنة حرارة الجسم. نتجنب النشاطات الشابقة لو قدرنا في فترات الحر. فلو نبقى بنعمل مشاوية. نبقى بننزل. لا ننزلش في أكتر وقت. هيبقى في حرارة. والآن صايف أستاذ شادي. معظم الناس يذهبون أيضاً إلى الشواطئ وكي يمارسوا هوات السباحة. هل هناك من نصايح أيضاً؟ أيها يعني نقعد في أماكن مظللة. نحاول نحن نروح البحر نبقى نروح فترة الصبح بدري أوي أو فترة اللي هي قبل الغروب بحيث أن حرارة الشمس ما تبقىش عالية أو في الوقت ده الحرارة بتبقى أقل وقت لها ونبقى نتأكد نحن نشرب مية ونقعد تحت الضل ونتفايدة الكفايين برضو ومنبهات لأن هي بتساعد على الجفاف أكتر ونبقى وعيين بدا وكمان اللبس اللي هو بيساعد يعني زي بيبقى كتين أو قطن بيساعد على التنفس وبيساعد على توازن ضربة حرارة الجسم. فنتفايدة المواد اللي هي اللبس المصنع اللي مش بيساعد على ده فنتجه أكتر لمواد طبعية في اللبس بتاعتنا بشكل كبير. يعني هذه نصايح على المستوى الفردي وهي نصايح مهمة مشاهدين. لابد أيضاً من يريد أن يخرج ويتنزه ويذهب إلى الشواطئ. أيضاً أن يأخذ الحيطة والحذر. وهذه نصايح مهمة بإمكانكم الاستفادة منها سريعاً أستاذ شادي. ماذا عن الحكومات والدول؟ ما هي الإجراءات المطلوبة لحد من ذلك؟ الحكومات مهمة جداً أن نحن بنحط خطة في الأيام اللي يبقى فيها حرارة شديدة. مهمة جداً أن ندعم مواطنين أو الأماكن العامة أن هم يسمح بأيام أجازة. أن نحن نوفر أماكن تظليل موجودة في أماكن الانتظار. المواصلات العامة تسمح بأن الناس تبقى فيه مناطق يبقوا ما بيعرضهمش للشمس المباشرة. نزود من زراعة الأشجار بالذات جوة المدن لأنها بتخفض الحرارة بشكل كبير جداً. خصوصاً في سياق المدن. فنبقى مركزين في مهمة جداً أن نقلل من انبعاثاتنا. وأن نفكر في تغير المناخ كأزمة حقيقية. يجب أن نأخذ فيها موقف النهاردة. فإحنا كبلاد وبزداد البلاد المسؤولة بشكل كبير على حجم كبير قوي من الانبعاثات. لازم تبتلي تقلل الانبعاثات دي. ولازم نأخذ موقف النهاردة. لأن غير كده ده هيبقى بيعرض ناس كتير قوي للخطر على حياتهم. ونبقى بنراعي كمان الفئات المهمشة. يعني بنتكلم على الكبرفستان الأطفال. إن إحنا نبقى كحكومات نبقى بنصمم لهم مواصلات. نبقى بتأهل لهم إن هم يعني يبقوا بيعملوا بشكل إنساني. يبقوا في ظل الظروف دي اللي هي على قبل ارتفاع درجات الحرارة. يقدرون أن يبقوا بمعرفة حياتهم اليومية. بمفهوم أن هم أقصر هشيشة أو ليستستحمل زي ناس تانية كتير درجات الحرارة الشديدة. وعرض أكتر على حياتهم وتعرضهم للخطر. نعم. شكرا جزيلا لك مسؤول حملات جريم بيس في شرق الأوسط وشمال أفريقيا. أستاذ شدي خليل على وجودك معنا. كنت معنا من القاهرة. شكرا. طيران في المرتفعات أو غطس في الأعماق. وما بينهما من أنشطة رياضية وترفيهية. إنها سياحة المغامرات التي ارتفعت نسبة الإقبال عليها في السنوات الماضية. سياحة خطيرة. تزدهر في العالم رغم كلفتها المرتفعة نسبيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ مجمل إراداتها عالميا في عام 2023 الحالي أرقاما هائلة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة سنناقشه مع ضيفنا هنا في سوديوهات الميادين الخبير الاقتصادي الأستاذ عماد عكوش أستاذ عماد أهلا بك معنا في المشهدية ونحن اليوم نتحدث عن سياحة المغامرات والمخاطر وأرقام كبيرة في نهاية هذا التقرير بداية هل فعلا كما يقول البعض ويربط بأن هذه السياحة الآن تزدهر بهذا الشكل وبسبب موضوع الحجر بمان فيروس كورونا يعني الموضوع متعلق طبعا بملل الناس من السياحة التقليدية يعني اليوم في السابق تعود الناس على السياحة التقليدية وهي زيارة الأماكن أو الدول لتمضية بعض الوقت برفقة العائلة اليوم معظم السياحات تتجه إلى سياحة غير عادية وغير تقليدية تحرك الأدرينالين لدى بعض الأشخاص وهذا ما يطلبه الكثير من السواحي اليوم هو المزيد من الإحساس بالمشاعر الكبيرة وذكريات أكبر للمستقبل السياحة التقليدية اليوم لم تعد تلبي هذه الرغبات المطلب اليوم يكبر على هذا الأنواع من السياحة فاقت نفقاتها أو إراداتها سنة 2022 366 مليار دولار ويتوقع من اليوم إلى نهاية 2030 أن يصل إلى حدود المليار دولار تريليون دولار طب سياحة المغامرة أستاذ عمد فقط من أجل المشاهدين لمن يريد أن يعرف أكثر ما هي أنواعها يعني عندما نقول المغامرة ما المقصود هنا بمغامرة مثلا تسلق جبال طبعا اليوم أعطيك أمثلة على هذا النوم من السياحة ما حصل أخيرا بالنسبة لموضوع التيتنز هذه سياحة غير تقليدية نفقاتها كبيرة يعني الدفع على هكذا أنواع من السياحة يكون عادة فوق المائة ألف دولار يعني يزيد على المائة ألف دولار الكارت أو التذكرة الواحدة كانت بالنسبة للتيتنز بحدود 250 ألف دولار هناك أنواع أخرى منها الخروج إلى الفضاء يعني عبر شركة الفيرجين جالكتك هولدينج يعني سمن التذكرة بلغ ما بين 250 إلى 400 ألف دولار أيضا هناك أنواع كثيرة الملفت في هذه السياحة أن معدل الإنفاق على هذا النوم من السياحة يتجاوز مئات ألف من الدولار بينما في السياحة التقليدية المعدل السنوي لنفقات السياحة للدول التي تملك مقومات هذه السياحة يعني اليوم لا بد يعني هذه سياحة الأثرياء أفهمناك أستاذ عماد التي تحدثت عنها قبل قليل أم أن هناك أنواع من سياحات المغامرة التي هي أيضا ممكنة لجميع الناس يعني هي بالنهاية سياحة ليست للطبقات الفقيرة هنا ممكن أن يكون حتى متوسطي الدخل أن يشاركوا في هكذا أنواع من السياحة يعني تسلق الجبال مثلا لا يتطلب مئات ألف من الدولارات أو حتى الغوص في الأعماق أو التزلج أو ركوب الطائرات الشراعية كل هذه الأنواع من الرياضيات هي سياحة غير تقليدية تتطلب أموال إضافية لكن لا تصل إلى درجة كما ذكرنا بالنسبة لموضوع التتنز أو الخروج إلى الفضاء هنا فقط مشاهدين أيضا نذكر أن هذه التتنز هي الغواصة التي كان من على متنها يريدون أن يشاهدوا التايتانيك عن قرب وانفجرت هذه الغواصة بحسب التقارير التي وردت أيضا من الشركة المشغلة لهذه الغواصة والغريب أن هذه الشركة أعادت وأعلنت عن رحلات إضافية لم يتوب أستاذ عماد حضرتك تعرف الآن أثرت نقطة مهمة للغاية الآن على الدول التي تعتبر سياحية بين هلالين أيضا أن تحسب حساب لسياحة المغامرات من أجل أن تجذب شريحة معينة من السياح قد لا تعنيهم السياحة التقليدية في هذه الدول أفهم منك ذلك؟ صحيح اليوم للأسف نحن في الدول العربية نملك كل هذه المقومات وهذه البيئة لكن للأسف لا نعمل على تنمية هذا النوع من السياحة بالأساس نحن حتى في السياحة التقليدية متخلفين عن كثير من الدول يعني حتى في السياحة التقليدية معدل المشهد جميل بس ما بتعرف شو بك تعمل صحيح للأسف نحن حصتنا من السياحة العالمية التقليدية لا تتشاوز الخمسة بالمئة يعني خمسين بالمئة تقريبا يذهبون إلى أوروبا خمسة بالمئة فقط لدى الدول العربية مع العلم أن منطقة الشرق الأوسط تملك كل المقومات وكل أنواع البيئة وحتى الرسامين وحتى الخبرات تملك كل هذه المقومات حتى تكون أو تشجع أو تعمل على ازدهار هكذا نوع من السياحة وعننا المقومات صحيح نحن نملك في البداية أهم مقوم هو وجود الرسامين نحن نملك الرسامين البيئة نحن نملك كل أنواع البيئة من صحاري حتى رياضة الصحاري أو السفاري التزلج لدينا أماكن للتزلج لدينا جبال لصعود إلى الجبال المناطق المهيئة للطائرات الشراعية حتى الغوص في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط في الأنهار في نهر النيل هناك أنواع كثيرة من الآثار حتى في نهر دجلة والفرات لدينا الكثير من المقومات المادية والبشرية التي يمكن أن تصل بنا إلى حجز أكبر حصة من هذه المعالمة والمعالمة التاريخية الرهيبة تذكرت الآن دجلة والفرات نحن نتحدث عن بلاد ما بين النهرين هذه أعرق حضارة في التاريخ نتحدث عن الفراعين في مصر أيضا من أعرق الحضارات في التاريخ ربما أيضا هم يتنافسان المصريون والعراقيون من الأعرق ولكن في نهاية المطاف هذه في منطقتنا شكرا جزيلا لك أستاذ عماد عكوش على أمل أن يتم الاستفادة من كل هذه المقاومات الموجودة في منطقتنا من أجل هذه السياحة الخبير في الاقتصاد كل شكر لك على وجودك معنا اليوم في استوديوهات شكرا لك الشكر الدائم لكم مشاهدين على المتابعة دائما زوروا صفحات مشاهدية في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام للمزيد من الأخبار والتقرير دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغة الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة